أهلاً أحبائي مشاهدين في كل مكان أنا تكلمت عن أربع أحداث الحدث الأول تجسد المسيح أنه اتخذ جسد في ملء الزمان وصار إنسان ليفدي الإنسان أما الحدث الثاني هو قيامة يسوع المسيح أقام نفسه من بين الأموات والحدث الثالث هو صعود يسوع المسيح إلى السماء لكي يعود إلى مكانته إلى رتبة الأولى لكي يجلس على العرش في يمين العظمة والحدث الرابع هو سيأتي ثانية بمجيءه الثاني مجيء علني وطبعاً سيكون مشهود أمام عيون الجميع وهذا طبعاً بيقودني كمان إلى أربع حقائق المسيحية بتعلن أربع حقائق الحقيقة الأولى أحبائي في المسيحية أن الله تعلن أن الله هو الإله الحقيقي وحده لا شريك له لا إله آخر وأن كل آلهة الشعوب وكل آلهة الأمم هي أصنام أو عبادات وثنية الكتاب المقدس يعلن بشكل واضح الله واحد لا شريك له أما الحقيقة الثانية أحبائي فالمسيحية تعلن أن الكتاب المقدس هو الوحيد كلمة الله الموحى بها المقدسة طبعاً لدستور الحيام بهذه الكلمة الكتاب المقدس هو الإعلان الألهي والإعلان الكامل والإعلان النهائي طبعاً اللي تختم بمجيء الرب يسوع المسيح فإذن لا إعلان بعد هذا الإعلان فالكتاب المقدس يسير بخطة بتناغم بإنسجام من التكوين إلى سفر الرؤية وبتشوف تسلسل الأحداث حتى توصلنا للمحور للمركز هو شخص الرب يسوع المسيح فإذن في المسيحية الله هو الإله الحقيقي الإله الوحيد وحده لا إله سوى الحقيقة الثانية أن الكتاب المقدس هو كلمة الله كتاب الله لا يوجد أي كتاب آخر إلا الكتاب المقدس بحسب ما طبعاً يقدم الكتاب المقدس أما الحقيقة الثالثة أحبائي فالكتاب المقدس مش بس هو كلمة الله فالكتاب المقدس يقدم الطريق الوحيد للخلاص أنه عطية إلهية مبادرة إلهية أن هذا الأمر كان بمشورة الله وبخطة الله المحتومة أعلنت في الكتاب المقدس فإذن يعني الكتاب المقدس هو الطريق الوحيد للخلاص لا توجد طريقة أخرى غير ما كتبوا بوحي في الكتاب المقدس أما الحقيقة الرابعة أكيد أنت تعرفت معي أنه لا يوجد مخلص آخر سوى يسوع المسيح ليس بأحد غيره الخلاص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم هو الوحيد الباب إلى السماء هو الوحيد الطريق كما قال وأعلن عن نفسه في يحنة أربعة عشر آية ستة أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي